مصر خير شبكات من الاتصالات حول العالم لكن نزعة بن يمين نتنياهو إلى الإبادة تفوقت على كل العواصم المعنية بوقف إطلاق النار في غزة رئيس حكومة إسرائيل يفتتح صباحه ويختتم مساءه على نية اشتياح رفعه وهو كرر اليوم أنه لا يمكن الانتصار على حماس ما لم يتخذ هذا القرار هذه الروحية دمويا عكست سلبيات على مداولات الدوحة بشأن الهدنة وصفقة التبادل وكشف القيادي في حماس أسامة حمدان أن الرد الإسرائيلي على مقترحات الحركة كان سلبيا بشكل عام حيث يتراجع نتنياهو عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ما من شأنه عرقلة المفاوضات وربما يوصلها إلى طارق مزدود وفي عملية شراء الوقت يوفد نتنياهو وزير الحرب إلى واشنطن بعدما طلب الرئيس جو بايدن إرسال وفد بارز لمناقشة الوضع في رفح إذ تستغرق رحلة التفاوض في واشنطن أكثر من أسبوعين بينها الذهاب والإياب فإن جائعين في غزة وضمن في رفح سينتظرون نهاية المفاوضات لنصف شهر إضافي قبل أن يعود الوفد الإسرائيلي من العاصمة الأمريكية متخما عسكريا والأمريكي لا يواجه الإسرائيلي حد القطيع أو فرض القرار لأن الوقت إذ يشتريه نتنياهو يبيعه في الأسواق الأمريكية الداعمة لإسرائيل وبائع آخر يترجل إلى جدة والقاهرة وتل أبيب لمناقشة قضايا لا تغني من جوع فوزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث في هذه الجولة الإطارة الدائمة للسلام وحل الدولتين في وقت أصبح أهل غزة في تحلل وذوبان والعالم كله يعترف بأنهم صاروا في قلب المجاعة وليس على أطرافها غير أن الخارجية الأمريكية وفي موقف يفاقم الحصار الإنساني قالت لم نرى حتى الآن أدلة قاطعة تشير إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في غزة وتدرك واشنطن أن حل الدولتين سيقصفه نتنياهو إذا ظهر أمامه وأن وزراء إسرائيل لا يعترفون بأصل القضية حيث تكرر وزيرة الاستطان أوريت ستراك أنه لا يوجد شعب فلسطيني لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم وعلى مستوى لبنان انحلال للدولة الواحدة التي تقودها دول خمس رئاسيا وستحتجب الخماسية عن الصدور محليا بفعل زمن الصوم المتداخل إسلاميا ومسيحيا وقرب الأعياد لدى عموم اللبنانيين المختلفين على هوية الرئيس ومسقط رأسه السياسي وإذ غادر بعض السفراء بيروت فإنهم تركوا وصية بالعودة إلى طرح الاعتدال منزوع الرأس والقيادة أي تشاور بلا حوار وطاولة وفي محاضر اللقاءات الأخيرة بين الخماسية ورئيس حزب القوات سمير جعجع سألت السفيرة الأمريكية عن سبب رفض الحوار فرد جعجع لا نريد أن نصبح جمهورية موز وستعاود الخماسية زياراتها بعد الفطر لكن بوصلتها السياسية والإجرائية ممتدة على نار غزة وإن برزت الدعوات إلى فصل المسارين ومع وضع الرئاسة قيد وقف إطلاق النار فإن ملفا واحدا من خارج جدول الأعمال يبدو أنه تحرك إيجابا مع القناة الأمنية التي فتحت بين حزب الله ودولة الإمارات وينتظر أن يعود مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في الساعات المقبلة مختتما ملف الموقفين اللبنانيين هناك وهو الملف الذي أنجز بتنسيق إماراتي مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل عملية السابع من أكتوبر